اذا اردت ان تكون لديك خصوصية على هاتفك ولا احد يعلمه تابع معي الفيديو اهلا بكم في قناتكم فهم الفكرة المصدر الاول في اليوتيوب تطبيق اليوم عبارة عن الى حاسبة سوفر لكم اسم التطبيق وسأريكم طريقة البحث عنه لان هناك تطبيقات مشابهة وفي وسطها هذا التطبيق الاصلي اولا عند تثبيت التطبيق ستوافق عليه ستمنحه رخصة الدخول طبعا تفعل الزر تعود الى الخلف هنا ستقوم باعداد كلمة المرور تضغط فهمت مثلا سنضع على سبيل المثال سبع اربع مرات على سبيل المثال ثم نضغط يساوي بعد ذلك نعيد كتابته للتأكيد ونضغط يساوي هنا تضع بعض الاجابات مثلا اين ولت مثلا تدخل اجابة مثلا على سبيل المثال مثلا هنا طبعا لا تدع احد يعرف اجابتك نحن فقط نضع تجريبة انا فيما بعد سأغير كل شيء نضغط يتأكد او حصلت عليه اذا الآن ستحصل كليا على وجهة جديدة في الهاتف لاحظ حاول اخفاء الصور تحاول ان تخفي صورا معينة هنا تضغط على الزر تضع مجلد او آلة تصوير او صور يعني تخبئ الصور الخاصة بك في مكان معين مما يظهر مثلا اذا ذهبت الى الالبومات ايضا يمكن ان تختار لاحظ هنا يوجد يعني واجهة هاتف جديدة كليا فيها مدير ملفات اشرطة فيديو اعدادات ملاحظات تحميلات سحابة اخفاء تطبيقات يعني كل ما تبحث عنه كما ترى كاميرا يمكن ان تضيف اشياء اخرى تضيف صور مجلدات ملاحظات آلة تصوير على سبيل المثال فكل شيء يبقى سري في هاتفك لا احد يعرفه فاذا عدنا الى الخلف لاحظ انك تعود الى هاتفك الاصلي ولكن اذا ضغطت على الالة الحاسبة وتكتب هنا الرقم السري الخاص بك ثم تضغط تساوي طبعا تضغط فهمت فتعود الى التطبيقات السرية التي تقوم باخفائها ولا احد سيدري عنها ولن يطلع عليها اذا هذا التطبيق اين اجده ستذهب الى play store ستذهب الى play store بالتحديد ستتكتب آلة حاسبة أو قفل آلة حاسبة وبجانبها اخفاء الصور ستظهر لك كما ترى مجموعة هائلة من التطبيقات يعني تحاول ان تشابه التطبيق الاصلي اول تطبيق هو هذا ستجد بجانبه smart utility team كما ترى التطبيق الاول تضغط عليه تجد هذا الاسم بجانبه يجب ان تجد هذا الاسم بجانب التطبيق هذا هو التطبيق الاصلي تقوم بتثبيته كما ترى تقوم بتثبيته ثم تقوم بادراج الكود السر الذي وضعته وتبدأ في وضع ما تريد من تطبيقات من صور مجلدات يعني اسرار لا احد يعلم بها غيرك فان اعجبك الموضوع اضغط على زر اللايك اشترك في القناة ان لم تكن مشترك وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد دائما من قناتكم فهم الفكرة كما ترى هنا الاعدادات يمكن ان تعين سؤال الامان تعيد تعين كلمة المرور تضع تمويه تغير اللغة ان اردت ذلك هناك مجموعة من اللغات تختر ما يناسبك يعني هناك الكثير من هذه المزايا هنا المتصفح كما ترى يضم فيسبوك امازون الى غيرها مثلا اذا عدت الى يعني ضغطت هذا الزر تعودوا الى الهاتف الاصلي اذا كان هذا هو تطبيق اليوم ان اعجبكم اضغطوا على زر اللايك اشتركوا في القناة ان لم تكونوا مشتركين وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم الجديد دائما من قناتكم فهم الفكرة